مجلس الشورى اهتمام عاهل البلاد المفدار عه الله الدائم أن ينعم أبناء الوطن الغالي بالأمن والرخاء والعيش الكريم يأتي انطلاقا من الحس الإنساني لجلالته وتلمس الظروف التي يمر بها البحار البحرينيون وأشهد مجلس الشورى بمتابعة جلالة الملك المفدار عه الله واهتمامه بالمواطنين وشؤونهم الذي يجسد ويرسخ من خلاله أسمى معاني القائد الحكيم القريب من أبناء شعبه والحريص على مساندتهم في مختلف الظروف والتحديات والعمل الجاد لتحقيق الاستقرار لكل الأسر البحرينية كما أشهد المجلس بالنهج الحكيم لجلالة الملك المفدار يده الله في إرساء قواعد الأمن والأمان والتعامل الحكيم في كل المسائل التي تمس أمن وسيادة واستقلال وطننا الغالي والسعي الدائم لتحقيق تطلعات الشعوب بإحلال السلام وتجاوز الأزمات وتفضله الدائم بطرح المبادرات والرؤى النيرة التي تعود بالخير والصلاح على الجميع مثمنا المجلس عاليا الخطوات البحرينية المتمثلة في التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح لصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود فإنه يشدد في الوقت ذاته على أهمية إبداء حسن النوايا من السلطات القطرية ليعود الخير على مواطني البلدين ويعزز التعاون الخليجي المشترك